شكراً بداية راح أشكر صدر الحظمين على هذه المهارة وأهمني من مناسبة القطب الجامعي على أدنى المهارة المتقعة التواصل بالأساس الذي فرض نوع من الدقاء طبعاً الذي تنور افتجاه تفكير العيد الأكاديمي بسروة تأسيس حضور الجامعات وفدق جامعة وفدق جامعة المستوى وستستمية طبعاً أنا أشكرت سيمحة جروع على العرب وهي هناك فقط في التفاصيل التي جاء بنا على العرب أنا أريد أن أقف على حسب ما يمسلح في الوقص بعض المقترحات أراها مناسبة في ميطا علق بمحورها التي سببتها إلى التمييز الأكاديم طبعاً حينما تحدث في جامعة التمييز الأكاديمي كان لديك تنقرة من فهم اليونالي أكاديميز هو المتمييز أصلاً لا يمكن أن تحدث عن تمييز أكاديمي بصفة أكاديمية فهو متمييز وإذلك الأمر يتعلق بما يمكن مفكرة في قديم التمييز في علاقة بالخضائي مصراحة هذه الجامعة في مشروعها التغربية على المتال أعتقد أن الملتقى يجب أن يصححها المقولات التي كانت سابدة مدى لا بد من الجامعة أن تفتحها على الوسط هذا أمر أصبح متزاوز الجامعة هي مون خارطة ويجب أن تكون مون خارطة يجب أن تكون القيادة على مستوى تعزيز قضرات الجهة في قضايا القضر على مستوى تزير ولا بد من الجامعة أعتقد أن أفتحه يعني أفتحه في العقد الجامعي في مختلف المستوياته سواء البداغ الجامعة أو العلمي يجب أن ينصف في هذا السؤال بأسن عندنا هفوة وعندنا وحد يقولون وحد يتفصام مستويات تزير لن نعرفها على المستويات الجامعات عندما يحدث ساعر أن نكون قادرين فعلا أن نجيب على القضايا الأساسية أقول لكم بعد القضايا سهم ملجيام هذا المستويات وعقد الجامعي يجب أن يقدم وحين نقول على الجامعة أقول على مستوية الجانب البيضاغي وجانب التكوين الدولة مثلاً اختصاصات الداتية نعرف أننا الآن جهاز كفاعدين طرابية الآن فقط اختصاصات الداتية واختصاصة مشاركة وأكثر اختصاصات التسفلية تجعل من الجهات لحسن تحتاج الجامعة في مواكة التي ومصاحبتها خاصة على مستوية مثلاً الجهاز أنا مستوى إعداد مختبط 200 الجهاز لبداعي والوسخة أعتقد ما الذي سيقوم بهذا إذاً بتكونوا لك الجامعة وهذا وقش طبعاً من خلالي تفسد هذه العلاقة التي نحن في حاجة إليها حينما نقول كما تجعل السماح المديرو إشراق الموحيط السديق السابق اختراف مثلاً التكوين أعتقد من حيث الجهاز يجب أن تنتبهها فيما تحتاجه طبعاً من القرارة وفيما تحطوه فيها بخصوص الإجارات على مستوية الأسئلة للطراب بسي فقط الجهاز بل الجامعة الثوابية ككل يجب أن تكون الجامعة حاضرة وبالتالي هنا سيكون الجامعة في عرضها تتطور لأنها تحتاج بالمقابل أن تعز بنيتها وأن تكون قادرة على أن تؤدل في مستويات تستعلق بالإجابة عن مطرحة الجامعة الثوابية من القضايا ولهذا هذا تحدي بالنسبة للكأساتها ونلابس هذا التحدي على مستوى الخرجي لطلب اللجنة كومر لأنها عروب تكوين التي نقدم والموجودة الكلاسيكية بالأسد والشياء ما يحدث عند الطالب في التخرج يكون في الواقع لا يستطيع ما هذا طبعا ما أخده من جامعة جهة من ناحية النظرية من ناحية الأداتية من ناحية المناجية ولكن لا يستطيع أن يبلغ لهم طبعا في الإجابة عن بعض السنة والقضايا الملحة في الواقع خاصة عن مسواة شعجية أنا هذا أعتقد إذا كنا نتحدث عن تمييز الأكاديمي يجب أن يصب التمامنا في أن يكون لنا عربا جامعيا من ناحية الجانب البداغوجي بأن نعيد هندسة جميع تكوينات لبدلا نعيد ما الذي يحب أكاديمي والذي يحب تكوينات نعيد التمسيل تلك التكوينات وفق الأسئلة التي تطرحها لواقع الجهوين بالأسد ما تطرحوا الجميع الطرابي بالأسد أنا تجريبتي وأنا أو شيء لابد من ثميل تجريبة أساسي لجامعة القضب جميع العاجيات طبيقا على مساوة كوي ولكن توقف تشرفت بهذا المراقبة هذا المشور وعددنا تصليم مدير جاوة كوي المصمم وأصبحت بعمل ذلك لأن صاحبنا على مساوة تعيب الاختصاصات أساسا تعرف أنه على مساوة الاختصاصات لابد من أليفها والجامعة ممكن أن تكديم وأن تتجاه النخط وأن تصدم الكفاءات وقدرات وبذلك إذا كنا نتحدث عن التمييز ونريد فعلا أن يكون لنا عرض أكاديمي في سبق التمييز على مساوة الخيار في المستثلات التمية الجماعية الجاوية يجب أن تكون لنا القدرة كذلك أن نريد ترتيب أدواتنا التي نشغل بها ونرفض العروض التكويلة التي عندنا على مساوة منطرحوا هذه الجماعات الترابية من قضايا ومن أسئلة أخرى مقطة أخرى أخيرة 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 مقطة أخيرة أخيرة مسألة التمييز الترابي ويقضية مليحة من الجماعات الترابية هذا مدخل أساسي لكي نريد ويتكون الجامعة من خريطة فيه لكي تقدم عروضا على مساوة البحث وعلى مساوة التراسات التي ستهم وهذه القضية التي هي مقرقة وفيها الكلام مكثير وشكرا لكم على دائرة المرأة